اشتركوا في القناة ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس جامعة فوز القجاعة تتلقى دعوة عجلة للمشاركة بالمنتخب المغربي الأول ببطولة عالمية زعمت مجموعة من التقارير عن تلقي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دعوة للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا وتشير التقارير ذاتها ومنها صحيفة أولي الأرجنتينية أن اتحاد أمريكا الجنوبية الكون بيبول اقترح على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المشاركة بمنتخبها الأول في بطولة كوبا أمريكا الصيف القادم ودأب اتحاد أمريكا الجنوبية على استدعاء منتخبات خارج القارة للمشاركة في بطولتها كقطر واليابان والسينيغال في نصخين سابقة ويبدو أن إنجاز المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022 كان سببا في سعي اتحاد أمريكا الجنوبية لاستدعاء أصود الأطلس خبر عاجل عن رحيل وليد راقراكي عن تدريب المنتخب المغربي يترقب الرأي العام الكروي بالمغرب نتائج الاجتماع المنتظر الذي سيعقد داخل مجمع محمد السادس حيث مقار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومركز تدريبات الأصود بين المدرب وليد راقراكي وفوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ويأتي ذلك لاستبيان مصير المدير الفني الذي فشل في بلوغ الهدف الذي تعقد لأجله مع اتحاد الكرة وهو بلوغ نصف نهاية الكان على الأقل وتأكيده في تصريحات تلفزيونية المتكررة تقديم استقالته ما لم يصل لهذا الهدف في الكود ديفور وذكر موقع كرة أن هناك عاملين يرجحان بقاء وليد راقراكي رغم فشله في مهمتها الأول هو إنجاز قطر حيث رجح ذات المصدر يتسبب إنجاز بلوغي المركز الرابع في موندي القطر والتعاطف الهائل بمعية الاستقبال الكبير الذي كان قد حضي به من راقراكي بعد عودته من الدوحة بالمغرب في استمراره مدرب للأصود رغم عدم توفيقه في بلوغي ملتزم به ووعد بها فطبيعة الإنجاز التاريخي موندياليا والذي لم يكن مسبوقا في تاريخ الكرة العربية أو الأفريقية يمنح الرقراكي السكة الاستمرارية بمنصبه حتى الآن أما العامل الثاني فيتمثل في استضافة المغرب للنسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية وهو عامل إضافي لبقاء الرقراكي بالنظر لضيق الوقت للبحث عن مدرب جديد لعدم وجود مدربين مغرب حاليا يملكون القدرة على تدريب الأصود ولفشل تجارب الأجانب كهير فرينار والبوسني وحيد خالر لزيتش وأيضا هناك هدف مهم وهو تكريم مدرب مغربي بقيادة الأصود والمغرب يحتضن الكان على أراضيها متقدمين على ألمانيا أصود الأطلس يرتقون في تصنيف الفيفا للمركز الثاني عشر عالميا رغم الخروج المبكر من نهائية كأس الأمم الأفريقية بالكوديفور يرتقى المنتخب الوطني المغربي لكراس القدم بمركز واحد في تصنيف الشهر للاتحاد الدولي لكراس القدم فيفا ووصل المنتخب المغربي ريادته في أفريقيا متقدما على ألمانيا التي احتلت المركز السادس عشر بينما حل منتخب السينيغال في المركز السابع عشر متقدما بثلاث مراكز رسميا آدم ماصينا ينتقل إلى طورينو الإيطالية أعلن نادي طورينو الإيطالية اليوم الخميس سعقده مع المغربي آدم ماصينا قادما من أودينيزية وانتقل المحترف المغربي ماصينا لتعزيز صفوف طورينو خلال الملكة الشتوى الجارية على سبيل الإعارة من أودينيزي مع خيار الشراء النهائية ويعتبر ماصينا خرج مدرسة النادي بولونيا الإيطالي حيث تدرج عبر جميع الفئات العمرية إلى غيث الفريق الأول والذي حمل قميسه خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2018 قبل أن ينتقل إلى واتفورد الإنجليزية وانتقل بعدها ماصينا إلى أودينيزي صيف 2022 قادما من فريق واتفورد الإنجليزية عملية جراحية صعبة لرئيس الرجاء محمد بودريقا يخضع رئيس الرجاء محمد بودريقا لعملية جراحية مستعجلة على مستوى القلب وغاب رئيس الرجاء في الأيام القليلة الماضي عن النادي بسبب لوعكة الصحية التي ألمت به وغيبت عن أخير السويعات الملكة الشتوية وكان أخير ظهور لرئيس الرجاء إيبان بطولة دبي للتحدي اتظهر أن الرئيس ليس في حالة جيدة وفي هذا الصدد طالب ابن رئيس الرجاء من الجمهور الرياضي الدعاء لوالدي حتى يتعفى وأكد عبدالعالي بودريقا أن العملية الصعبة داعينا العلي القدير أن يمون أباه بالشفاء العجل وبدورنا نتمنى الشفاء العجل لرئيس الرجاء محمد بودريقا عموتا للأسف جميع المنتخبات العربية خرجت من كأس أفريقيا وأسيا ولكن بقينا نحن وقطر وأتمنى أن نذهب بعيدا اعترف الإطار الوطني الحسين عموتا مدرب المنتخب الأردني بصعوبة المباراة التي ستجمع فريقه بالمنتخب الطاجك الثاني برسم ربع نهاء كأس أمم أسيا مؤكدا أن هدفه هو العبور رفقة النشامة إلى المربع الذهبي وقال الحسين عموتا في ندوة الصعوف التي تسبق المواجهة مباراة صعبة ويجب التركز فيها سنواجه منتخبا منظما وقويا ويضم لاعبين يمتزون بالمهارة والسرعة وتابعا استعددنا جيدا لهذه المباراة المهمة التي تفصلنا عن التأهل إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخ منتخب الأردن والكل يطمح للعبور إلى هذا الدور وتم حديثها من الأشياء الجيدة في هذه البطلة هو تعاطف الجماهير العربية مع المنتخبات العربية كنت أتمنى أن تقدم المنتخبات العربية أداء جيدا في بطلتي كأس أفريقيا وكأس أسيا ولكن للأسف خرجت جميع المنتخبات العربية وآخرها المنتخب المغربي وبقينا نحن وقطر نحمل الرهية العربية في أسيا وأتمنى أن نذهب بعيدا في هذه البطلة يضيف عموتا ويواجه المنتخب الأردني بقيادة المغربي حسين عموتا نظره الطاجك الثاني غدا الجمعة إن شاء الله برسم ربع نهائي كأس أمم أسيا لكرة القدم العميد رومان سيس يقرر رسميا الاعتزال دوليا ذكر موقع سبورت سيفن أنه علم من مصدر خاص أن عميد المنتخب المغربي رومان سيس قرر اتخاذ قرار الاعتزال الدولي مباشرة بعد الإقصاء المخيب للأمال من كأس أمم أفريقيا أمام منتخب جنوب أفريقيا في الدور الثموني نهائي وحسب ذات المصدر فإن رومان سيس لم يكن راضيا على أدائه في هذه المسابقة مما جعله يفكر في الاعتزال دوليا ومنح فرصة لللاعبين الشباب من أجل شغل هذا المركز الحساس داخل المنتخب المغربي ومن المقرر أن يعقد رومان سيس اجتماعا مع المدرب وليد راكراكي من أجل إعلان قراره بشكل رسميا هذه أبرز العناوين جامعة فوز القجع تطلق دعوة عاجلة للمشاركة بالمنتخب المغربي الأول ببطولة عالمية خبر عاجل عن رحيل وليد راكراكي عن تدريب المنتخب المغربي متقدمين على ألمانيا أصدود الأطلس يرتقون في تصنيف الفيفا للمركز الثاني عشر عالميا اشتركوا في القناة